اشتركوا في القناة هجوم إيراني على سفينة إسرائيلية في بحر العرب تلأ بيبتوعلن حال الطوارئ وتحذيرات من سلسلة عمليات برن وبحرن القصة الثانية حول تطيورات إيران النووية وفي تفاصيلها مباحثة فيانا مؤجلة قهران تبتز أطراف الاتفاق النووي برفع التخصيب لستين في المئة وهجوم تانز يطيح بأجهزة الطفل المركزي أما القصة الثالثة فستكون من تونس وفي تفاصيلها ثمانية نواب من قلب تونس مستعدون لعزي الغنوشي والأمن يقتحم نقابة الصحفيين لتنصيب شخصية إعلامية محسوبة على المقرب أما القصة الرابعة فمن العراق وفي تفاصيلها جرف الصخر تفجر خلافات داخل البرلمان ميليشيات محسوبة على إيران تحتج على مطالب بمحاكمتها بتهم الإرهاب السلام عليكم هجوم جديد شنته إيران اليوم لترفع منسوب الأجواء المتوترة أصلا في المنطقة وتزيدها تعقيدا وبعد ساعات من الهجوم الذي وقع في منشأة ناتانز النفطية وألحق بها دمارا واسعا نفذ طهران هجوما يعتقد أنه بصاروخ أو عبوة عبوة لاستهدف سفينة تجارية مملوكة لشركة إسرائيلية بالقرب من ميناء الفجيراء الإماراتي السفينة التي تعرضت لهجوم مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي كانت بطريقها من الكويت إلى الإمارات لكن تأكد رسميا لم يصطر حتى الآن من إسرائيل أو الإمارات وبحسب مصادر الحدث فإن السفينة المستهدفة تعود مكيتها لنفس الشركة الإسرائيلية المالكة لسفينة التي استهدفت قبل شهر ونصف قرب عمان وكانت إسرائيل حملات إيران المسؤولية عن الهجوم في وقتها والذي وقع أمام سواحر الإمارات وفق مصادر الحدث فإن التقديرات تشير إلى أن استهدف السفينة هو بداية لسلسلة هجمات إيرانية بحرا وبرا لما سلاح البحرية الإسرائيلي بما في ذلك الغواصات أخضع لحالة تأهب إلى جانب تأهب بري خشية من إطلاق صواريخ إيرانية من سوريا أو ملاحية من إيران أو مسيرات مفخخة من جبهات قريبة أو حتى بعيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن هجوم جديد على سفينة إسرائيلية قرب ميناء الفجيرة هذا الهجوم يأتي بعد بالتكيد استهداف لمشأة نانسي النووية المهمة بالنسبة لإيرانيين والتي يقال إنها جاءت بضربات ربما تكون إلكترونية إسرائيلية على ما يبدو كذلك بحسب محللين وبحسب مصادر أمنية لمرأسل الحدث يقول إن إيران أو إن إسرائيل رفعت حالة تأهب وعلى ما يبدو هذه بداية لهجمات إيرانية إذن هذه المخاوف أو هذه التفسيرات الإسرائيلية لهذا الهجوم نتحدث عنها مع المحلل السياسي شلومو جانور الذي ينضم إلينا من القدس سيد شلومو أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا على برنامج حدث اليوم إذن استهدف لي سفينة إسرائيلية قرب ميناء الفجيرة فيما دوائر الأمنية الإسرائيلية تتحدث لمرأسل الحدث وتقول إن استهدف سفينة هو بداية هجمات إيرانية هل تتفق مع هذا التحليل بأن إيران بدأت في الرد على هجوم نتانس أو بدأت فيه هجمات على إسرائيل أعتقد بأن الأسبوع الأخير شهدنا عدة عمليات متكررة متبادلة بين طرفين بين إسرائيل وبين إيران وهذه العملية اليوم عملية الاعتداء على ثالث سفينة إسرائيلية مدنية من قبل إيران هو بمثابة تصعيد آخر في النشاط بين البلدين وأعتقد أن ما شهدناه اليوم هو ربما الحلقة الأولى في سلسلة من الاعتداءات الإيرانية المخططة والتي متوقع أن تكون بها إيران ضد إسرائيل نعم إلى غاية الآن الحديث بأن الهجوم ربما يكون بصاروخ أو عبواز تهدفت هذه السفينة التجارية المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في المقابل لا حديث رسمي من إسرائيل ولا من إيران حول هذا الموضوع فقط رفحها للتأهب البري والبحري ما الذي يقصد به رفعها للتأهب؟ رفعت أهب لأن هذه كما ذكرت ثالث سفينة إسرائيلية مدنية تتعرض لهجوم إيراني ولذلك وسائل النقلة البحرية المدنية الإسرائيلية وضعت في حالة تأهب وذلك كما ذكرت تحذيراً وحذراً من أعمليات امتقامية إيرانية قد تقع ضد وسائل الملاحة الإسرائيلية ليس فقط في منطقة الخليج بل في سائر البحار ولذلك من هنا الاستعدادات الإسرائيلية لمواجهة هذه العمليات العدائية هل يخشى من هجمات من الأراضي مثلاً السورية؟ جميع الاحتمالات واردة بالنسبة لرد الفعل الإيراني ومنها طبعاً هناك ثلاث احتمالات الاحتمال الأول أن تكون إيران بامتصاص الدرابات أو الوضع وضبط النفس وعدم تصعيد الوضع هذا ما كانوا يعتقد ولكن لاسف شديد ما شاهدناها اليوم هو ربما إيران تريد مواصلة العمليات العدائية ولذلك الاحتمال الثاني هو أن تكون إيران بواسطة وكلائها سواء في منطقة الشرق والعوسط السورية العراق لبنان اليمن الحوثي ومن قطاع غزة ومن أملكة أخرى في الحال العالم باستهداف أهداف إسرائيلية ويهودية الاحتمال الثالث هو أن تكون إيران بصورة مباشرة من أراضيها من داخل الأراضي الإيرانية بالاعتداء على أهداف إسرائيلية ولذلك من هنا الحظر وحالة الاستنفار التي أعلنت فيه الجهات الإسرائيلية نعم قبل الحديث عن التفسير الإيراني أو الأهداف الإيرانية من هكذا ضربات ولكن هل من المتوقع أي ضربة مقابلة إسرائيلية باتجاه مصالح إيرانية أو إيراني؟ لا شكاً مع العملية الجديدة التي شاهدناها فجر اليوم والتي على العموم السفينة الإسرائيلية تواصل إبحارها حسب البرنامج المقطط لها وهي بسرعة وهي تشتازلها منها القليج باتجاه الميناء المقصود الذي حسب البرنامج المقطط لها ولكن إسرائيل لا تريد التسعيد ولكن سترد على أي تسعيد ومما يلاحظ بأن الميدان البحري أخذ حيزاً من التسعيد خلال الشهر والنصف الأخير بالاعتداءات المتبادلة من كبل إسرائيل كما ذكرته وكالات الأنباء الدولية ومن كبل إيران كما ثبت ذلك وأعتقد بأننا في مرحلة التسعيد خاصة على دوق العملية صباح اليوم ولذلك المسعى للإسرائيل سيكون إلى وضع حد لاجتياز إيران الخطوط الحمراء ووضع كواعد عمل جديدة بين الطرفين ألا تعتقد بأن هذه المرة لم تتجاوزها؟ إن تحدثنا عن هذه الضربة هي لم تغرق السفينة وإنما أصابت أو استهدفتها فقط هل يمكن القول أن إيران ما زالت ترد في إطار المسموح أو المعتاد من الجانبين؟ نعم حتى الآن مما يلاحظ بأن الطرفين لم يتم إخراق أي سفينة ولم يتم إصابة أحد أفراد تعقمها ولم يتم أيضا تلويث البيئة في هذه العمليات ولكن في حال استمرار عمليات التصعيد والاعتداءات ربما ربما وهذا ممكن أن يحصل أن يتم إغراق السفينة إسرائيلية أو التعرض لأحد أفراد التاكم وعندها أعتقد أن رد الفعل الإسرائيلي سيكونها كويا وقاسيا بالنسبة لإيران نعم إذن كنت معنا من القدس المحلل السياسي شلوموغانو شكرا جزيلا لك محادثات فيانا التي كانت ستسانف غدا تأجلت للخميس بسبب إصابة أحد أعضاء الوفد الأوروبي بفيروس كورونا لكن المخاوف تتزايد من تأجيلها لأجل غير مسمى لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي وقعت في مشاة نتانزي النووية وأجواء التوتر التي رفقتها فعودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي تبدو أكثر تعقيدا فيما إيران بدأت بابتزاز شركائها في الاتفاق من جديد بعد أن أعلن مساعد وزير خارجية كبالمفاوضين الإيرانيين عباس عرقجي أن بلاده بدأت بتخصيب اليورانيون بنسبة 60% كرد على استهداف منشأة نتانز إضافة إلى وضع ألف جهاز طرد مركزي آخر في المنشأة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف من جانبه اعتبر الهجوم على المشأة النووية مقامرة بالغة السوء من قبل إسرائيل أنه سيعزز موقف طهران في محادثة إحياء الاتفاق النووي وفي المحصلة يبدو أن طهران عاودت التلويح بورقتها الرئيسة في المحادثات عبر التهديد برفع التخصيب بنسبة 60% وهو ما يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90% وأكثر المعدلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية سنفعل تحقيقاتنا الخاصة إذا أنهينا تحقيقاتنا وتبين أن إسرائيل مسؤولة فستتلقت الأبيب الرد وسترى ما هي الحمقة التي ارتكبتها موقف إيران بعد هذا الحادث سيكون أقوى في كل من المفاوضات والمستقبل النووي إن إسرائيل تعتقد أن ما حدث في نطنز يضيف إيران في الواقع هذا الحادث سيمكن إيران من استخدام جميع خياراتها في نطنز بشكل قانوني وشرعي وتعويض هذا الغباء الإرهابي وأكد لكم أن نطنز ستحرز تقدما في المستقبل القريب مع أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما وإذا اعتقدت إسرائيل أن بإمكانها منع إيران والشعب الإيراني من متبعة رفع العقوبات فقد قاموا بمقامرات سيئة للغاية وفي طر الاتهامات التي توجهها طهران لتل أبيب والتهديد بالانتقام قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن التخريب في منشأة نطنز كان داخلياً وليس نتيجة هجوم خارجي معلناً عن تورط إسرائيل فيه استناداً لأدلة قوية للغاية وأكد التزام بلاده بالرد المتكافئ في الوقت المناسب في أرض المعتد وفق قوله أضاف أن الغرض من الهجوم في نطنز هو تعطيل أجهزة الطرد المركزي ربيعي أعلن أيضاً أن آلافاً من أجهزة الطرد المركزي ومعظم مؤشآت التخصيب في هذه المحطة النووية دمرت نتيجة الحادث وفي ذات الاتجاه قال علي رضا زكاني رئيس مركز البحوث البرلمانية إن وحدة نووية عالية السعى نقلت للخارج الإصلاح بعد عطلها وعيدت إلى البلاد محملة بـ 300 رطل من المتفجرات لكن النظام الأمني الإيراني لم ينتبه إضافة إلى زرع متفجرات في مكتبه معدات حساسة في منشأة نطنز نووية ترجمة نانسي قنقر أهلاً مستشار الأمني القومي لامكي جيك سوليفان أن الإدارة الأمريكية أكدت لمسؤولين الإسرائيليين خلال اجتماع أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي كان مسؤولون إسرائيليون التقوا نضراءهم في الأمن القومي الأمريكي ضمن جولة ثانية من المحادثات الاستراتيجية في إشاني طهران المصادر الإسرائيلية أشرت إلى أن الجولة الثانية ناقشت نشاطات إيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن بالإضافة للهجمات الأخيرة على السفن الإيرانية والإسرائيلية للبحر الأحمر والخليج البنود المتوقعاً تناقش خلال محادثات فيانا الخاصة بالملف النووي الإيراني ودعى مستشار الأمن القومي نظيره الإسرائيلي لزيارة واشنطن لمتابعة النقاش ولمناقشة كل هذه التطورات الإيرانية كذلك الإسرائيلية والأمريكية معاً في إطار المفاوضة النووية المرتقبة في فيانا الخميس ينضم إلينا من باريس الدكتور فادي شاهين أستاذ في جماعة باريس ومن نيورك نادا بوليروشي أستاذ الدراسات الشرق لادنا والمختصة في أشؤون الإيرانية أهلاً بكما وشكراً على قبول الدعوة البداية من نيورك من السيدة نادا حينما تتحدث إيران عن تخصيب بنسبة ستين في المئة بعد هذا الهجوم الذي كان على مشاءة نانتانز هل يمكن الوثوق بهذه التصريحات أم هي من باب الابتزاز؟ شكراً لإستغافتي في الحقيقة أعتقد بأن هذه الكلمات الموثوقة بإمكانهم التخصيب بنسبة ستين في المئة شاهدنا بأن الهجوم على نانتانز كان استجابة لزيادة نسبة تخصيب وانتقاماً لهذا الهجوم على نانتانز فالحكومة الإيرانية تخطط لتخصيب إيرانيهم إلى ما يصل إلى ستين بالمئة هذه النسبة ليس لها غرض مدني نرى أن هذا وعداً من جانبي الحكومة الإيرانية وكذلك نتوقع منهم أن يفعلوا ذلك ولكن لا شيء يؤكد بأنهم وصلوا هناك إلى هذه النسبة إلى ستين في المئة سيدة نادا ولا أمر يؤكد بأنهم تضرروا كثيراً في مشاهدة نانتانز باحتبار بأن كاميرات المراقبة أقفلت منذ فترة المراقبة الدولية للطاقة الذرية صحيح حاتين نقطتين صحيحة وسيكون هناك تحقيق إلا أن ما نعرفه ونوزير الخارجي الضريف بعث رسالة شكوى لألوم المتحدة يقول بأن لم يكن هناك خسائر بشرية أو بيئية أو حتى إصابات بشرية بسبب الإجراءات التي اتخذها الإيرانيون أنفسهم إذا الحد الذي قد يكون هذا صحيحاً ربما هذا مشكوك فيه آخر هجوم كبير حصل على منشأة نوية قبل بضع سنوات هجوم سيبراني كذلك لم ينجم عن أضرار بيئية أو إنسانية فالإيرانيون ربما بحاجة لتفسير أن هذا الهجوم قد يكون له مثل هذه النتائج ربما ناجماً عن أعمالهم ونفس الشكل الإيرانيون أظهروا بأنهم لا يستهدفون أن تكون هناك خسائر بشرية ناجماً عن هجماتهم ونفس الشيء يمكن أن على ما هو الهجوم المزعوم الإسرائيلي ضد المشأن نوية فكل ما لدينا هو مستوى متدني من التوترات ولكن بدون استهداف البشر والإيرانيون يجب أن يوضحوا ما حصل بحيث منعوا مثل هذه الأضرار البيئية والإنسانية نعم دكتور شهين ما بين اجتماع فيينا الأول والاجتماع المرتقب يوم الخامس كان من المفترض غداً ولكن أجل بسبب إصابة أحد المشاركين في الوفود بفيروس كورونا ما بين الاجتماعين هناك تطورات نتانز الهجوم على هذه المنشأة المهمة بالنسبة للإيرانيين هناك هذه التصريحات الإيرانية عن تخصيب لستين في المئة من المرتقب أن يتم ذلك إلى أي حد هذه التطورات تضغط على واشنطن في المفاوضات المرتقبة حول النووي أم بالعكس تأخذ واشنطن متحررة من أي رغبة في اتفاق سريع نعم شكراً لكم على هذه الدعوة وفي الحقيقة نحن في مرحلة تسارع الأحداث كما لاحظتم وحصل ذلك أيضاً في الاتفاق الأوي عندما تم الاتفاق في عام 2015 حصل تسارع الأحداث بشكل سريع للغاية ووصلنا إلى مرحلة كنا نعتقد أنه لن يكون هناك اتفاق وكانت تصريحات وزير الخارجية مثلاً الفرنسي أن ذاك لغان فابيوس كانت حادة للغاية ودائماً قبيل الاتفاق وقبيل الوصول إلى حال النهائي يكون هناك كثير من الضغط تقريباً من جميع الأطراف الآن هناك الضغطات تجري فقط من طرف الإيرانيين والإسرائيليين لكي يقولوا أننا حاضرين في هذا الاتفاق الذي سيجري بعد أن جرت كانت الأجواء إيجابية في الأسبوع الماضي فالإسرائيليون يقولون أن هذا الاتفاق ليس خمسة زائد واحد بل هو خمسة زائد واحد زائد واحد يعني إسرائيل حاضرة كطرف أو نستطيع أن نقول ستة زائد واحد لكنها الحاضر الغائب يعني هي تريد أن تملي بعض الأجواء يعني الشروط على الإيرانيين أو على الأمريكيين حتى لكي يصلوا إلى الاتفاق يكون يرضي الطرف الإسرائيلي والمتشدد للغاية في هذا الموضوع إذن الضغوطات التي تجري الآن كلهم يضغط من جهة والولايات المتحدة حقيقة ضغطت وتضغط يعني ما زالت حتى الآن تمسك بزمام العقوبات يعني هي تعاقب إيران بشكل حاد للغاية إيران في وضع اقتصادي صعب للغاية الموضوع الاقتصادي لا تستطيع أن تصدر مرتها يعني تقريبا الاقتصاد مدمر والإيرانيون أيضا يضغطون من جهة أخرى يضغطون حتى على حل إعلاء الأوروبيين ولكن من يذهب يوم الخميس لبيانا من موقع قوة إيران أم الأمريكيين الإيرانيون ليسوا في موقع قوة الآن يعني هذا واضح لو كانوا في موقع قوة ما يعني ما كانوا يقومون بهذه المناغصات والمناكفات من وقت لآخر الموقع قوة هو من يملك يعني من يملك العقوبات الذي يعاقب هو من يملك القوة الأمريكيون هم في موقع قوة يعني هذا واضح للغاية لكن الإيرانيون يلتمسون أن هناك رغبة أمريكية باتفاق إذن هم يضغطون لكي لا يحصلوا على الاتفاق القديم الأمريكيون لا يريدون الاتفاق القديم يريدون اتفاق أكثر دعينا نقول بشروط أكثر أمريكية هناك الشرطين المعروفين التفاوض على النفوذ الإقليمي السلبي لإيران في المنطقة والتفاوض أيضا على البرنامج الصاروخي الإيراني إذن هناك شروط جديدة تملى على إيران وإيران لا تريد أن تصل إلى هذا الأمر نحن لحظنا كانوا يتجنبون حتى الوقوف في وجه الأمريكيين وكانوا يشترطون للعودة إلى المفاوضات يجب فقط أن يرفعوا العقوبات الأمريكيين يجب أن يرفعوا العقوبات ووصلنا إلى مبدأ خطوة مقابل خطوة قبل أسبوعين إذن الإيرانيون حذيرين للغاية لا يريدون أن يصلوا إلى مرحلة التفاوض المباشرة مع الملكيين نعم وهذا مختلف عليه مبدأ خطوة زيط مقابل خطوة نعم تعلم دكتور فادي بأن هذا المبدأ خطوة مقابل خطوة مختلفة عليه في الداخل الإيراني وفي الأغلب هو مرفوض ويرغب في رفع كل العقوبات السيدة نادا كنت تستمعين إلى ما كان يقوله الدكتور فادي بأن هذه المباحثات المرتقبة أو الاتفاق المرتقب خمسة زيط واحد ولكن في الحقيقة إسرائيل على الأقل تسعب أن يكون ستة زيط واحد تريد المشاركة في وضع الشروط إلى أي درجة هذا الهجوم الذي حدث في نتانس وكل التصريحات والإجراءات الإيرانية بعد ذلك تشدد أو تؤكد على ضرورة إدخال دول جديدة في المنطقة للتفاوض مع الإيرانيين الإسرائيليون ربما يحاولون أن يكون طرفاً في هذه المفاوضات لأن حقيقة فشل حملة ترامب للضغوطات القصوى ووضعت المزيد من الضغط على بايدن لجلب الإيرانيين عضوات المفاوضات فالإسرائيليون أعمالهم تواجهوا التقويض لا من قبل الحلفاء ولا مدارة بايدن إذا ما شاركوا وانخرطوا في هجمات أو هجوم نتانس بل هذا يساعد في إعاقة المفاوضات وربما يملحوا المزيد من القوى للإيرانيين وهناك رغبة متزايدة من الإيرانيين لابتعاد عن مسار المفاوضات ولكن هذا لم يحصل وهذا يعني أن المزيد من الضغط عليهم نعم نحن لديهم الاتفاق الصيني وكذلك منافسة القوى وسباق القوى بين الصين والولايات المتحدة فالإسرائيليون وكل من يدعمهم والحكومات التي ربما ساهمت مع حكومتنا جعلت من الأمور أكثر وتعقيداً بشكل كبير لإدارة بايدن للعمل مع الأوروبيين والتواصل لنوع من اتفاق مع الحكومة الإيرانية فقط لأن المفاوضات تنضي قدماً فلا يعني ذلك بأنهم ستكونوا أقل تعقيداً أو ضغوطات أقل على الحكومة الإيرانية نعم أدركوا ما أراد أن يحقق نتنياهو بهذه العمليات وحاولنا تجاهل ذلك والإيرانيون يستجيبون بالاستمرار بزيادة التخصيب وعلى ما يبدو نسبة التخصيب نعم أي شمول لحكومة نتنياهو في المفاوضات إذن مثلما ذكرت سيدنا دهم يهددون برفع نسبة التخصيب وعلى ما يبدو يبلغون في هذا الخبر العاجل الذي يوشي إليه يبلغون وكالة الطاقة الذرية بأنهم وصلوا إلى نسبة تخصيب اليورانيوم بالنسبة 60% في موشأة نتانز إذن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستخصيب اليورانيوم أو ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بالنسبة 60% هي ماضية في هذه الخطوة المخيفة بالنسبة للأمريكيين وبالنسبة لدول معنية بالاتفاق النووي دول المنطقة الدكتور فادي صحيح أن إيران تهدد بسلاح نووي وهي ترفع نسبة التخصيب إلى هذه الدرجة المخيفة على الأقل بحسب وصف المعنيين بهذا الاتفاق ولكن نعلم بأن ما يهم إيران فعلا هو الاقتصاد لا يمكن أن تختار سلاحا نوويا مع شعب جائع ونظام مهدد هل يمكن القول أن إيران ستسير إلى آخر المطاف وآخر الطريق في مسألة النووي أم ستتراجع في برحلة المع نحن كما قلنا سابقا نحن في مرحلة الضغوط إيران ستتراجع أمام قاب قوسينا ودنا من الاتفاق نحن فقط في مرحلة الضغط الوصول هذا الكلام أن إيران سترفع في هذا الخبر العاجل أنها سترفع نسبة تخصيب إلى 60% هو لا يتم بين ليلة وضحاها يعتاج إلى وقت طويل نحن نعرف أن إيران قبل فترة قصيرة كانت فقط بنسبة تخصيب 3.7 كانت نسبة صغيرة للغاية وقررت الرفع إلى 20% والآن إلى 60% هذه 60% هي نسبة كبيرة جدا 6.7% لسنا متأكدين نعم كانت 3.67% كانت 3.7% قبل نعم 67% ثلاثة فاصلة بعض الكسور لكن رفعت بعد ذلك إلى العشرين والآن تقول إلى 60% ليست من السهل على إيران وصول إلى 60% تقنيا تحتاج إلى شهور وخصوصا بعد اللجوم الذي جرى إذن هي خطوة تصعيدية خطوة ابتزازية كما قلتم في بداية التقرير نعم من جهة وخطوة ضغط أكثر يعني انفلات أكثر من الالتزامات النووية نعم لكي تقول نحن سننسى بلافيننا لكن بموقف يعني تصعيدي أعلى وأيضا هذا الموقف له رسالة داخلية إلى الداخل الإيراني لأنها كان يجب على إيران أن ترد يعني وألا تقول دائما نرد في الوقت والزمان المناسبين نعم ولكن الغريب كذلك بأن هذا الخبر العاجل الذي نتحدث عن إيران ستنوي الغريب أن هذا الخبر الذي يقول أن إيران تنوي تخصيب اليونانيون بنسبة 60% يأتي بعد حديث المسؤول الإيراني ربيعي يقول أن ألاف من أجهزة الطرد دمرت بعد الهجوم على منشآت ناتانزو بأن المعدات كذلك في المنشآت دمرت فكيف يمكن الوصول إلى هذه النسبة نعم هذا كلام غير منطقي هناك العديد من المعدات قد طورت ومن أجهزة الطرد مركزي قد دمرت كيف سيصل إلى نسبة 60% وهي نسبة عالية بالمناسبة ليس من السهل الوصول إليها إلا إذا كان فعلا هناك أشياء لا ندري بها في إيران لكن هذا الأمر مستحيل بين 60% والتسعيم المائة هذه نسبة قليلة أقل من النسبة الحالية بين العشرين والستم المائة إذا نستطيع الوصول بسهولة هذا غير ممكن الآن عند إيران إيران في موقف صعب للغاية هذه خطوة تسعيدية الهدف منها هو رسالة داخلية للداخل الإيراني لأن كما قلتم قبل قليل أن هناك صراع ضمن الطبقة السياسية الإيرانية هناك من هم مع الاتفاق وهم من ضد الاتفاق نعم الذين هم مع الاتفاق الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته أحمد جواز ظريف يعني يؤكدون على أنهم هم مع الاتفاق ولكن يريدون أن يقدموا رسالة داخل للشعب الإيراني أننا رددنا على ما حصل في نتانز ونرفع نسبة تخصيب إذن هي رسالة داخلية ليس لها أي معنى وأعتقد أن الأوروبيون لن يقلقوا من هذه الرسالة ومفاوضات يوم الخميس ستكون كفيلة بالإجابة على هذا السؤال نعم مفاوضات مرتقبة يوم الخميس وستجيب عن كل الأسئلة مثلما ذكرت كنت معنا الدكتور فادي شهين أستاذ في جامعة باريس وكنت معنا أو كانت معنا من نيويورك نادى بلوروشي أستاذ الدراسات شقلادنا والمتخصصة في شؤون الإيرانية شكرا جزيلا لكما وحدث اليوم الصمر وفي أيضا ضلال الأحزاب المتطرفة تخيم على الحراك الشعبي في الجزائر وفرنسا تراقل ضربات عنيفة شنتها مقاتلات حالف دعم الشرعية هذه الميليشية كثفت من إطلاق الصواريخ الباليستية نحو الأراضي المملكة العربية السعودية كذلك أيضا على المحافظة مارب مستهدفة الأحياة السكنية بأي ذنب يقتلها الأطفال والنساء وهم في بيوتهم آمنين نعمل أن يستجيب الميليشية الحوثية في هذه المرة لهذه المبادرة الصعودية تريد أن ترفع هذه الحالة السيئة التي أوصلها الحوثيون لليمن الأفعال على الأرض هي تدل على رفض هذه المبادرة ما هي الأدوات التي ممكن أن يستخدمها المبعوثان الأممي والأمريكي للضغط على الميليشيات الحوثية الحوثية هي نعضة معظلات تبدو أنها غير قابلة للحل إلا بالحال إيران هي من تحرك هذه الميليشيات هل من نية لاتخاذ خطوات فعلية باتجاه هذا التصعيد الموجود؟ سنبتم تحريد جميع المناطق الشعب اليمني يقول السيدات للكم ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد أسئلة كثيرة باتت تطرح حول مستقبل الحراك الشعبي في الجزائر ومدى نجاح تحركات المتطرفة في حجز صفوف الأولى فيه عبر الشعارات المناهبة للجيش والشرطة والمخابرات نجم الحراك بدأ بالأفول وحماسة المشاركين فيه بدأت تتراجع مع مزاحمة الشعارات المتطرفة لمطالب المتظاهرين وضع حذر منها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي اعتبر أن حركات احتجاجية بأجندات خارجية بدأت تثير البلبل لإثارة الفتنة في الشارع تعتبرها السلطة الجزائرية حركة انفصالية تسعى للتخريب في البلاد بينما تعرف نفسها على موقعها على أنها حركة بادر لإنشائها معارضون يسعون لإقامة دولة ديمقراطية يسودها الحكم الراشد إنها حركة رشاد حركة صارت حديث الجزائريين خصوصا في الفترة الأخيرة بعد إصدار القضاء الجزائري مذكرات توقيف ضد عدد من أعضائها بحسب صحيفة لوفيغارو صارت هذه الحركة في قلب جدل الدائر حول الحراك المنطلق منذ فبراير 2019 جدل حول ما يصفه جزائريون محاولة ركوب موجة الحراك من قبل إسلاميين متطرفين ينضوي أغلبهم تحت حركة رشاد وبحسب تقرير الصحيفة نفسها فإن رشاد التي تضم عددا من قيادي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة والتي تعرف في الجزائر بالفيس ضغطت في بداية الاحتجاجات من أجل العسيان المدني والمواجهة كما فعل الفيس تماما في يونيو 1991 ضمن ما عرف وقتها بالعشرية السوداء والإرهاب الذي رافقها كوسيلة لتطبيق أجندته في أرجاء واسعة من الجزائر وهو السيناريو الذي يخشى من تكراره الكثيرون مساعي رشاد خلفت جدلا وانقساما بين الجزائريين بين مؤيد للعسيان ورافض له حيث اعتبر الرافضون للعسيان أنه بوابة للعنف وهو ما يتعارض مع مبادئ الحرك السلمي ويتقاطع مع مبادئ المتطرفين في فقرة تحت عنوان تحالفات ضد الطبيعة يتطرق تقرير لوفيغارو إلى تأييد رشاد إلى جانب الحركة الديمقراطية والاجتماعية MDS لفتح حوار مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ عرى بالتطرف في الجزائر وهو ما استغربه جزائريون تساءلوا عن الهدف من وراء التحالف الإسلاميين مع اليساريين تساؤل تجيب عليه تحركات السلطات الجزائرية ضد هذه الحركة واتهامها من قبل القضاء الجزائري بمحاولة ضرب استقرار جزائر في مرات عدة آخرها محاولة توظيف حادثة القاصر رزق شتوان لخدمة أجندتها التخريبية ما بعد الحركات الاحتجاجية الأخرى فهي مدبرة لاستثارة غضب الناس قصد حرمانهم من حقهم في التغيير الجدري عيسى بوسوسو الحدث إذن قبل مناقشة تطورات الجزائرية نشيل هذا الخبر العاجل من باريس الرئاسة الفرنسية تقول لنا قرار إيران برفع مستوى تخصيب اليورانيوم تطور خطير هذا أول رد بعد إعلان الوكالة الدولية للتغذرية بأن إيران تستعد وتنوي زيادة نسبة التخصيب لستين في المئة ويأتي كذلك هذا التطور الذي تصفه فرنسا بالخطير قبل يومين فقط من اجتماع بيانا المتعلق بالنووي الإيراني والذي تحضره عواصم غربية بالإضافة إلى واشنطن بالعودة إلى النقاش الجزائري حول مستقبل الحراك وشعارات ما توصب بشعارات العدائية ضد الجيش والشرطة والمخابرات من العاصمة الجزائرية ينضم إلينا الدكتور ريدا داغبار أستاذ القانون الدستوري وناشط سياسي وكذلك معنا من الجزائر الدكتور أضوان بوهيد الأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة البداية من الدكتور ريدا شعارات توصف بالعنيفة ضد أجهزة الأمن الجزائرية شرطة مخابرات جيش لماذا وجدت طريقا إلى الحراك؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أولا على الاستضافة أعتقد بأن هناك حركة وقد تمت سميتها في التقرير الذي تم الإشارة إليه هي حركة رشاد بكل أسف استخدمت حادثتين وحاولت أن تستخدم حادثة ثالثة من أجل الترويج لأجندا تختلف بصورة جذرية عن الأجندا التي خرج من أجلها جموع الجزائريين منذ 22 فبريعام 2019 الحادثة الأولى تعلق باتصريحات التي أدل بها الطالب وليد نقيش وهي تعرضه للتعديل في مراكز المخابرات الحادثة الثانية هي تصريح الذي أدل به أيضا مؤتق الآخر هو سامي درنوني الذي صرح أيضا بأنه تعرض للتعديل في مراكز المخابرات ولكن الذي يتنبه لحقيقة ما يحدث يلاحظ جليا بأن حركة رشاد حاولت استخدام هاتين الحادثتين من أجل الدفع إلى إحداث مواجهة بين قوات الأمن والجزائريين المتواجدين في الحراك الشعبي كيف يمكن أن يستنتج ذلك بكل وضوح ما صرح وليد نقيش أو سامي درنوني بأنه تعرض له في مراكز المخابرات هو وفقا لصريح أحكام المادة الأولى من اتفاقية مناهرة التعديب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية التي اعتمرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984 والتي صدقت عليها الجزائر عام 1989 هي أعمال التعديب هي أعمال ضروب معاملة قاسية لا إنسانية ولكن لا علاقة لهذه الممارسات بوصف الإرهاب لماذا ساعة حركة استخدام هاتين الحادثتين من أجل نعم أشعرنا إلى هذه النقطة بأن حركة رشاد هي حركة متطرفة حتى يشار لها في الجزائر بهذا الوصف بأنها أرادت استغلال هذه الحوادث ولكن الغريب بأن هذه الشعارات منتشرة داخل الحركة أو ما تبقى من الحركة لا أعلم إن كنت تصف بأي من المسميين الآن هذه الشعارات المنتشرة يقال بأنها تشيب بتحالف المتطرفين مع اليسار أنا في تقديري يا سيدة الواضحة يجب أن نكون دقيقين في الملاحظة هناك شيء يسمى الدعاية الذي يستند على جزء من الحقيقة هل فعلا هذه الشعارات موجودة؟ نعم هي موجودة نعم هل هي فعلا تعبر عن رأي الجزائريين في مجملهم المتوجدين في الحراك؟ لا أعتقد ذلك قلت بأن حركة رشاد استخدمت هذه الأحداث من أجل استدعاء داكرة الجزائريين في سنوات التسعينات هي جعلت من هذه الأحداث سببا لوصف جهاز المخابرات بأنه مخابرات إرهابية ولأيضا التجني على مؤسسات أمنية أخرى منها الجيش والشرطة ولكن الكل يألم بأن هذا التجني في الحقيقة يستهدف فقط تصفية حسابات تاريخية لأعضاء هذه الحركة مع الجيش ومع المخابرات ولكنه يختلف بصورة جدرية من حيث أهدافه من حيث مضمونه عما يسعى إليه معظم جزائريين نعم في هذه النقطة دعنا نشك في الحديث الدكتور أدوان لذلك لا يمكن الدكتور ريدا أعذني على المقاطعة ولكن نشك في هذه النقطة تحديدا دكتور أدوان هل حركة رشاد وكل التيارات المتطرفة وبقايا ما يسمون بالجزائر بيلفيس أو جبهة الإنقاذ المحلة في الجزائر التي سببت العشرية السوداء وفترة الإرهاب هل اخترقت كل هذه الجماعات المتطرفة الحراك أما تبقى من الحراك وأساسا لهذه الجماعات وليس هناك أي وجود لمطالب سياسية مثل ما يقول البعض لا أولا أعتقد أن هذه الحركة هي متحارفة مع بعض الوجوه من يصفون أنفسهم بالمعارضين لكن لا يمكن أن نصفها أولا بالحركة الجزائرية صحيح ربما كانوا جزائرين في وقت ما لكن منذ الأقل عقدين أو ثلاثة عقود وهم يتواجدون في الخارج يتحدثون في الخارج ولديهم علاقات مع دول التي يتواجدون بها وهنا نطرح التساؤل الحقيقي لمن يتبع هؤلاء لمن تتبع حركة رشاد لمن يتبع من يصف نفسه بالمعارض والديبلوماسي السابق نعم أو بهم في الأساس من الضباط الفارون من الجيش الجزائري هذا التوصيف يجب أن نصف جيدا هذه الحركة هذه الحركة بالفعل تمكنت من الوصول إلى الحراك لكن ليس نعم دكتور ردوان ولكن السؤال ليس عن حركة رشاد فقط وإنما كيف استطاعت هذه الحركة أن تدخل هذه الشعارات إلى الحراك والمظاهرات التي كانت في 2019 مطلبية تجددت هذه المرة ولكن على ما يبدو الشعارات اختلفت لم تختلف ولكن يمكن القول أنها شعارات أخرى تماما متسوسة وأيضا داسيسة وهي تبدو ليست شعارات الحراك الأصيل الذي خرج في فيفري 2019 أعتقد أن حتى لا أقول أن من يخرج اليوم في معظمهم ليس امتداد للحراك الأول ولكن هو مجموعة من الحركات هدفهم التشكيك والضرب والسب والشتم في مؤسسات الدولة هذا لم يكن في السابق في السابق المطالب كانت واضحة اليوم توجد بعض المطالب التي ما زالت مشروعة ومن حق السلطة أن ترد عليها لكن أن تصف بجهزة الدولة الأمنية هي أعتقد أنه خارج الحراكة وتشويه لصورة الحراكة الحقيقي وهذا الهدف الذي أرادت هذه الحركة وغيرها الوصول إليه لخلق نوع من التصادم مع قوة نعم دكتور ريدا وهو الأساس أعتقد هدفه نعم دكتور ريدا إذن من حق السلطة أن ترد هكذا يقول الدكتور أدوان هذا يأتي في سياق حديث كذلك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي كان أنتقد الشعارات التي ترفع في هذه المظاهرات وقال منذ نحو أسبوع لن نتسامح مع هذه الشعارات العدائية والأعمال التحريضية داخل المظاهرات وداخل الحراكة هل حديث السلطة مبرر وكيف تتعامل مع هكذا الشعارات وهكذا دعوات خطيرة أو عدائية ضد مؤسسات الأمن الجزائرية الحراك منذ خرج في البداية كان بمطالب سياسي واضح كان يريد إعمال حقيقي لأحكام المدتين سبعة وثمانية من الدستور من خلال تسليم السيادة للشعب إعادة السلطة للشعب ليتيسنا له أن يختار ممثليها على مختلف المساويات وإقامة دولة العدل والقانون وغيرها من المطالب بدأت المضامين السياسية بكل أسف أنا كنت واحد من الذين أشاروا إلى أنه بعد إعادة انطلاق الحراك في الذكرة الثانية لبدايته بدأت بعض الشعارات تخرج عن السياق السياسي لتصفي فقط حسابات تاريخية لهذه الحركة ولغيرها من الأشخاص مع جهازي الجيش والمخابرات ولكن أعتقد بأن موقف السلطة السياسية لا يجب أن يتجنى على الحراك الشعبي لماذا؟ السلطة السياسية تعلم يقينا بأن في الحراك الشعبي الغالبية الساحقة من الجزائريين تريد تحقيق انتقال سياسي سلس بمعنى تريد أن نقوم ببناء دولة العدل والقانون وفق المطالب السياسية التي خرج عليها الشعب الجزائري منذ فبريل 2019 وهناك أقلية يبدو أنها مسيطرة لماذا تبدو أنها مسيطرة؟ لأن هذه الحركة هي التنظيم الوحيد الموجود داخل الحراك هذه الحركة بكل أسف بكل مكر عملت منذ بداية الحراك على مسألتين أساسيتين المسألة الأولى هي تخوين كل المبارات التي استهدفوا البحث عن حل سياسي للأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر والمسألة الثانية هي تخوين كل محاولة من أجل تنظيم الحراك بأي طريقة كانت والهدف أصبح واضحاً هو أن تبقى هذه الحركة هي الوحيدة المنظمة داخل الحراك الأمر الذي يمكنها من إبراز سيطرتها على الحراك رغم أن وزن هذه الحركة داخل الحراك الشعبي يكاد يكون من عدم من حيث التعداد لذلك أعتقد أن وقف سلطة يجب لا يتجن على الحراك الشعبي هناك مطالب سياسية واضحة يجب الاستجابة لها مع أننا وأنا واحد من الناس الذين يساندون بأن الوقوف في وجه مثل هذه الشعارات التي لا تخدم أبداً المطالب السياسية وتسعى للدخول في مواجهات مباشرة مع المصالح الأمنية بمختلف تشكيلاتها ومسألة لا يمكن أن نسكت عنها هذه المسألة نحن نقل باختصال شديد من فضلك سؤال بغض النظر سؤال عن هذه النقطة قلت أن من يرفعون هذه الشعارات أقلية إذن لا تتفق مع من يقول بأن ظلال المتطرفين خيمت على من تبقى من الحراك الجزائري في الشارع الدكتور رضا لا هو في الحقيقة أنا قلت لك بأنه يبدو أن هذه الحركة تسيطر لماذا هي تسيطر لأنها هي الوحيدة المنظمة داخل الحراك ما عداها مختلف الأحزاب سياسية والجمعيات المتواجدة داخل الحراك تساهم في الجهد الجمائي للجزائريين من أجل تحقيق الانتقال إلا هذه الحركة من خلال بسطها للنفوذ على الكثير من وسائط التواصل الاجتماعي تسعى من خلالها المتواجدين في الحراك على مثل هذه المطالب والحقيقة أن مجموع الجزائريين المتواجدين في الحراك يرفضون مثل هذه الشعارات رفضا مطلقا نعم دكتور أدوان من يرفعون هذه الشعارات أقلية ويجب على السلطة ألا تتجنى على الحراك هل توافق دكتور ريضا في هذا الطرح واختصار شديد من فاضلك لا الأكيد أنهم أقل من الأقلية هم فئات مجهارية لكن تمكن من خلال استقطاب الأضواء إليهم أن يكون وكأنهم هم الحدث ولكن في الحقيقة أنا أتفق مع البروفيسور دغبار لما قال أن هذه الشعارات هي مرفوضة طبعا هي مرفوضة بالنسبة إلى الحراكيين الحقيقيين إلى معظم الشعب الجزائري لأنها لا تخدم حتى المطالب السياسية المشروعة هي مطالب شوهت صورة الحراك وفرقته وجعلت الكثير يعود إلى بيته ويفكر في طريقة أخرى إلى تغيير للتغيير عفوا ومنها تشريعيات المقبلة عرف الكثير من الحراكيين من أسسوا قوائم حرة للتشريعيات المقبلة ورؤساء أحزاب الشارع اليوم ليس حلا للوصول إلى هذه المطالب نعم ورؤساء أحزاب كذلك بتعادوا عن الشارع والدكتور ريدا في هذا انقضع الخط مع الدكتور رضوان على ما يبدو الدكتور ريدا قلت إن من يرفعون هذه الشعارات الأقلية ولكن ألا يخشى من أن تستطيع هذه الجماعات المتطرفة أن تستغل الشارع وتعيد مخاوف التسعينات مخاوف فترة الإرهاب في الجزائر التي بدأت بهكذا الشعارات التي بدأت بالتخوين برفض المرأة برفض الشرطة ومؤسسات الأمن ومؤسسات الدولة هذه خشية ليس فقط السلطة ولكن خشية أيضا جموع الجزائريين المتوجدين في الحراك وجموع الجزائريين غير المتوجدين في الحراك هي خشية كل الجزائريين وأعتقد بأن فتحته النقاشات وقد بدأت فعلا داخل الحراك الشعبي من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى تحييد مثل هؤلاء الأشخاص إلى تحييد مثل هذه الشعارات من أجل أن نعيد للحراك مضامينه السياسي التي خرجت من أجلها في 22 فيفر 2019 أعتقد بأن منطق الإقصاء منطق الإقصاء لا يمكن أن يؤدي إلى بناء الدولة نحن اليوم في أزمة سياسية في الجزائر تتطلب الخروج منها مشاركة جميع الجزائريين مشاركة جميع الجزائريين بمعنى أن نتحدث عن إحداث التوافق بين الجزائريين المتواجدين في الحراك والجزائريين الذين ذهبوا لانتخاب 12 ديسمبر من سنة 2019 والجزائريين وهم الأغلبية الصامتة الذين يرفضون لحد الآن انتخاذ أي موقف واضح والسلطة والجيش الجميع أعتقد يجب أن ينخارط في خارط الطريق يتم الاتفاق عليها بغرض تحقيق الانتقال السياسي السلس الذي يسعى إليه الشعب الجزائري لأن هذا التوافق والرغبة في تحقيق الانتقال السياسي السلس هو من شأنه بالفعل أن يقوم بتحييق هؤلاء من الناحية السياسية وتقزيمهم وإعادتهم إلى مكانهم الطبيعي في تقديره كنت معنا من العاصمة الجزائرية الدكتور ريداد أغبار أستاذ القانون الدستولي وناشط سياسي وكان معنا في الجزائر أيضا الدكتور رضوان بوهيدال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية شكرا جزيلا لكم وإلى سوريا الآن حيث عزل الرئيس النظام السوري بشري الأسد حاكم مصر في سوريا المركزي حاسم قرفول دون إبداع الأسباب الخطوة جاءت في ظل ظروف اقتصادية صعبة اشتدت وطيرتها مؤخرا بعد الصراع وأوضاع سياسية غير مستقرة منذ أكثر من عشرة أعوام وكان الأسد أقل الرئيس الوزراء أهمت خميس في يونيو الماضي بعد أسابيع من تفاقم مصاعب اقتصادية وتفجر نادر لاحتجاجات المناهضة للأسد في مناطق تحت سيطرة الحكومة وعينها حسين عرنوس في المنصب وتعاني ليرة السورية هبوطا حادا وهو ما يرفع التضخم ويفاقم المصاعب التي يواجهها السوريون بينما يسعون جاهدين لتدبير تكاليف الغذاء والكهرباء وسلع أساسية أخرى وتعرض حاكم المصرف السوري السابق لانتقادات واسعة من مجتمع الأعمال بسبب الإجراءات التي تخذت لوقف انحضار العملة والتي يقولون إنها كان لها تأثير سلبي وجلبت فقط تخفيفا مؤقتا موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هل هي خطوة مبررة لتصحيح الوضع المالي؟ لا أعتقد إزالة حاكم للبنك المركزي أو وزير هناك أو رئيس وزراء في سوريا سوف تغير أي شيء بشكل جوهري على الوضع الاقتصادي هي عملية اعتاد النظام السوري القيام بها لعملية تنفيذ الضغط الشعبي والاستياء الشعبي من الوضع الاقتصادي السيء الذي وصلت له البلاد الجميع يعلم في سوريا أي وزير وأي رئيس وزراء وأي حاكم للبنك المركزي لا يملك أدوات الإدارة والتصرف وكأنه مسؤول ووزير كما هو الحال في باقي الدول لذلك إزالة حاكم البنك المركزي اليوم لن تؤثر أبدا نهائيا بشكل عملي كنتيجة مباشرة لمثل هذا ولكن رجال أعمال كانوا انتقدوا حاكم المصرف المركزي السوري وقالوا إن ما اتخذه من إجراءات سابقة كانت تخفيفا جزئيا ومؤقتا للأزمة الاقتصادية يعني هذا النوع من السيناريوهات التي تعودنا عليها في سوريا أن يخرج بعض الناس الذين سمح لهم لأن ينتقدوا وينتقدوا بهذه الصيغة وبالتالي يتم تغيير الحاكم كوسيلة للقول أن هناك تعاون من السلطة وتعاون من النظام السوري ليرضي الشارع السوري في نهاية المطاف الحاكم البنك المركزي عندما يتصرف بأي شيء استراتيجي للتأثير على الليرة السورية عادة ما ينصق مع الأجهزة الأمنية في سوريا وهذا أمر خارج عن كل قواعد العمل المصرفي والبنكي في العالم وبالتالي من يحدد أي عملية استراتيجية بالنسبة لسعر الليرة السورية هو من المفترض أن يكون هو البنك المركزي حقا لكن الأجهزة الأمنية في سوريا تتدخل في مثل هذه الأمور نعم باختصار شديد سيد إبراهيم الأزمة المالية الآن أزمة الليرة السورية وارتفاع الأسعار بعد قانون قيصر لم تكن سبب الوحيد هذه العقوبات وهذا القانون ولكن من بين الأسباب إن فرد قيصر جديد وقانون جديد وعقوبات أمريكية قريبة مثل ما تقول بعض التقارير كيف سيتأثر هذا الوضع السوري الاقتصادي بالتأكيد سوف يصير نحو الأسوأ وهذه أداة تستخدمها واشنطن للضغط على موسكو موسكو التي تعتقد أنها انتصرت في الحرب وبالتالي سوف تفرض قواعد اللعبة في سوريا الولايات المتحدة الأمريكية تضع قانون قيصر لتفرض تراجع لأي نفوذ روسي أو لأي جهة داعمة للنظام السوري لتقول لهم المعركة لم تنتهي فالعقوبات الاقتصادية أشد وطأة على النظام من أيام الحرب اللي جميع تذكر أن الاقتصاد النظام لم يصل إلى هذا الوضع من السوء خلال الحرب اليوم خلال هذا القانون الذي صدر وسوف تصدر نسخ معمقة منه ومتطورة منه لزيادة الضغط على النظام السوري والضغط على خلفائه من أجل أن يقبلوا بحل سياسي يحفظ حقوق السوريين نعم كنت معنا الأكاديمي والإعلامي السوري غسان إبراهيم شكرا جزيلا لك إذن تقرير استخبارات الأمريكية يقول أن إيران ستخاطر هذا العام أو يقول حريصة على عدم الوصول لمواجهة مباشرة معنا إذن بحسب هذا التقرير استخبارات الأمريكي يأتي كذلك هذا بعد معلومات وبعد تصريحات أمريكية ترفض الخطوة الإيرانية بتخصيب الإيرانيون بنسبة 60% قبل ذلك كانت الرئاسة الفرنسية هي من علقت احتبارة الخطوة بالخطيرة نلقاكم مع عرصة الساعة الثانية لحدث اليوم السلام عليكم اتهم وزير الأعلام اليمني معمر الأرياني ميليشيات الحوثي بالانقلاب على الاتفاق مع الأمم المتحدة بخصوص خزان صافر النفطي الحوثية تستخدمه كسلاح بصرف النظر عن النتائج تعلمات تحدث عن اتصال بين القيادات الحوثية كثير الآن أصبحوا لم يقود تحت سيطرة عبد الملك الحوثي الحوثي مستمرة في قصف منازم المواطنين جماعة الحوثي تتلقى دعم هائل جبل نظام الملال في إيران تعيين تيموثي ليندر كينغ مبعوثاً للولايات المتحدة لليمان ماذا سيغير في الصورة؟ جريكس في طهران تصريحات أمريكية واضح بأنها تجعو القوتيين لوقف ما تقوم به من زعزع للاستقرار في أي إطار نضع ذلك الخطوة الأمريكية لا أعتقد أنها خطوة في اتجاه صحية الأرقام تشير إلى نحو أربعة آلات انتهاك ما الذي يمكن أن يفعل من أجل أن لا تتكرر هكذا انتهاكات؟ البداية كانت حدثاً هو الأضخم في العقود الأخيرة الانطلاقة كانت حدثاً هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هناك أين كان الحدث؟ أينما كان وقت ما كان كنا فعلياً هناك على الأرض في موقعها لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بس إخباري مستقر لأربعة وعشرين ساعة لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث ترجمة نانسي قنقر نحن طلقنا السلطة تهينا من على القطن بهذه السلطة نحن اليوم نحتكم إلى الناس لذلك أولنا اليوم استقالة هذه الخكومة استقالة الحكومة وأربعون الأفات اخضحنا محاطوم بالتنابل من كل الجوان خليف جنسي المصور من هذه الدقعة فقط على المصور وهل اليوم طرح عودة الحريري على رأس حقومة كوحدة وطنية يمكن أن ينقذ المشهد اللغاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم إلى الساعة الثانية من حدث اليوم قصتنا الأولى كانت حول تطورات الأمنية في بحر العرب وكان في تفاصيلها هجوم إيراني على سفينة إسرائيلية في بحر العرب تل أبيب تعلن حالة طوارئ وتحضيرات من سلسلات عمليات برم وبحر القصة الثانية كانت حول تطورات إيراني النووية وكان في تفاصيلها مباحثات فينة مؤجلة طهران تبتز أطراف الاتفاق النووي لرفع التخصيب لستين في المئة وهجوم نتانز يطيح بأجهزة الترضي المركزي أما القصة الثالثة فستكون من تونس وفي تفاصيلها ثمانية نواب من قلب تونس مستعدون لعزيغا نوشي والأمن يقتحم نقابة الصحفيين لتنصيب شخصية إعلامية محسوبة على النهضة أما القصة الرابعة فمن العراق وفي تفاصيلها جرف الصخر يفجر خلافات داخل الفرلمان الإشاءة المحسوبة على إيران تحتج على مطالب بمحاكمتها بثهم الإرهاب السلام عليكم محاولات تنحية رئيس البرلمان التونسي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لا تتوقف كلمة السير فيها الرقم 109 هو عدد الأصوات اللازمة من النواب لطلح ثقانه الجديد في الأمر هو تحول مصاري التحالفات أو ما يعرف بحلف ترويكا المشكل من النهضة واتلاف الكرامة وقلب تونس المفاجأة تكمن في تحول موقف الحزب الأخير قلب تونس الذي بات يمثل الكفة الراجحة لحسم الأمر النائب عن الحزب شراز الشابي قالت إن ثمانية نواب آخرين مستعدين للإنضاء على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي تطورات تأتي بالتزام مع قرار المكتب السياسي لحزب قلب تونس رجاء النظر في استقالة عياض اللومي وتكليف لجنة حكماء بالبحث والتقصي في أسباب وملابسات هذه الاستقالة تطور آخر تمثل مع ما كشفه رئيس كتلة قلب تونس في مجلس نواب أسامة الخليفة حول نيات الحزب رجاء مراجعة لإجراء مراجعة لتحالفاته السياسية إنا بالنسبة لي تصحيحة متاعي حاضرة جاهزة بالنسبة لرئيسة المجلس ولائحة سحب الثقة من الغنوش هذا أنت شيرا زي شادي بقية الأنواع بشي نكمل لك مانيش وحدي فما برشة نيس عبروا على رغبتهم من الجام شو نسميهم عددهم تقريبا نهارت اللي صحوا هما وهبتوا الورقة متيحهم طيو هبتوا الورقة متيحهم عددهم تقريبا قديش على الأقل كم المرة الأخرى ثمانية وافيثون صيدا اقتحمت قوات العام من الصباح الثلاثاء مقرى وكالة الأنباء الرسمية بالقوة بشي تنصي بشخصية إعلامية محسوة على حركة النهضة للإشراف على تسير الوكالة وذلك بعد رفض الصحفيين والعاملين بها لهذا التعيين وفق ما أظهره فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعية محسوة محسوة يا صانعي أخوانجي أبديقاش يا صانعي أخوانجي أبديقاش من الشرطة يا راجل الدنيا ما وقف يا راجل يا ودي العيات ما وقف يا ودي دمع مشي نريج عيخد معنا رواحهم مش مش يأخد وسرحين بيرج اشتركوا في القناة ولمناقشة هذه التطورة التونسية ضم إلينا من العاصمة التونسية خليل القيق الإعلامي والباحث السياسي سيد خليل أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا على برنامج حدث اليوم الخلافات اليوم داخل قلب تونس حول العديد من الملفات أهلا بك من بين الملفات الخلافية داخل قلب تونس هو الحلف أو التحالف مع النهضة شيراز الشابع النائب عن قلب تونس قالت إن ثماني نواب سيوقعون على عريض سحب الثقة الغنوش ثقة كرئيس للبرلمان التونسي قبل ذلك أسامة الخليفة وهو رئيس كتلة قلب تونس في الببرلمان قال إن قلب تونس يمر هذا الحزب بمرحلة تقييم التحالفات هل سيتخلى قلب تونس عن الحليف النهضة؟ من الواضح يعني من الواضح أن هناك أشياء تجري داخل قلب تونس أولا أحدثك عن شيراز الشابي المسألة التي تحدثت عنها هي الأصلية في نهاية الأمر تم بناء هذه الكتلة البرلمانية ودخلت الانتخابات ونجحت في الانتخابات بناء على تناقض صارخ مع حركة النهضة وبناء على عدائية ظهرت في كل وسائل الإعلام عبر زعيمي الحزبين نبيل القروي ورشد الغنوشي إلا أنها التحالف الجديد إن شاءنا قد أفصح عن معطيات أخرى منها وجود داخل قلب تونس نفسه عناصر موالية للنهضة سبقة وأن اشتغلت في ندى تونس وكانت موالية للنهضة أيضا وهذه العناصر هي التي شنجت الأوضاع وصولا إلى استقالة تعياذ اللومي التي سينظرون فيها الآن والمرفوضة حاليا المهم أن نتحدث الآن عن قرب انفراط العقد وأسبابه العميقة نحن ندرك جيدا أن حزب قلب تونس قد استدرج إلى التحالف مع حركة النهضة وإلى تسكية الغنوشي في رئيس البرلمان بداعي القضية المرفوعة ضد نبيل القروي ويبدو أن الحزب تحرك وساند النهضة بناء على وعد صريح من رجل الغنوشي بإطلاق صراح نبيل القروي لكن تبين فيما بعد أن رجل الغنوشي لم يعد وحركة النهضة لم تعد تتملك مفاتيح العدل لم تعد تتملك مفاتيح القضاء وهذا ما جعل هذا الحزب وهو أحبابنا أم كرهنا هو حزب ملتف حول شخص أو هو في شكل تكتل مصالح وليس حزبا عقائدين يفكر الآن في طرق أخرى لإطلاق صراحي زعيمه ومنها ما فكر فيه عياض اللومي بإعادة التحادث مع رئيس الجمهورية وطرح سيناريوهات أخرى خلافا للتحالف مع حركة النهضة مسألة عياض اللومي نعم سنتحدث عنها نعم سيد خليل عياض اللومي مسألة أخرى سنتحدث عنها وأسبابه وهاني استقال أم لم يستقل باعتبار بأن هذه الأنباء كانت متدولة منذ أيام ولكن قبل ذلك شراز الشبي تحدثت عن مبرر آخر لهذا الخلاف الداخلي حول النهضة في قلب تونس تقول لنا بعض النواب داخل الحزب أي قلب تونس يتساءلون الآن حول جدوى التحالف مع النهضة ويشككون في مسألة الإسلام السياسي في تونس وإن كان من الأجدر مساعدة هذا الإسلام السياسي يعني فعلا حقيقة هم لا يشكون الآن هم كانوا يشكون منذ البداية ولكن اليوم لم يتحقق شيئا لم يتحقق تحالف مبدئي حول قضايا مبدئية ووقع هذا الحزب في حرج لأنه حزب يقدم نفسه كجزء من الحركة التحديثية وتقدمية ثم لم يتحقق شيء في باب البراجماتية يعني الحسابات ماذا حصل هذا الحزب؟ لم يحصل على وزراء لم يحصل على مقاعد في السلطة كان يريد فقط أن يطلق سراحة زعيني وهذا لم يحصل إذن عديد النواب المنحدرين من مشارب مختلفة عادوا إلى أصلهم الإديولوجي والفكري الآن لماذا نتحالف مع حركة النهضة ونحن ضدها لماذا لا نتحالف مع آخرين نقاسمهم نفس الرؤية التقدمية وهذا ما جعلهم يفكرون الآن من جديد في طرح مسألة سحب الثقة من الغنوشي على الطاولة وإعانة ربما الكتل الدائمة لهذه الفكرة على تجميع العدد الكافي يعني محاسبة رئيس البرلمان وصحب الثقة منه تقييم التحالفات التي كان يتحدث عنها أسامة خليفة إذن تعني فقط تقييم العلاقة والتحالف مع النهضة أم مع أطراف أخرى؟ هو في الحقيقة حتى نكون واضحين لماذا ذكرت عياظ منذ حين؟ لأن أسامة الخليفة وسوفيان طوبال وهناك مجموعة معروفة داخل قلب تونس هي الأقرب أو هي الأكثر انشداد إلى التحالف مع الغنوشي وكانت هذه المجموعة موجودة أصلا في ندى تونس ومارست نفس الدور الذي بعده ندى تونس أصبح شضايا وتكسر هذا الحزب إذن اليوم لا نتحدث عن قلب تونس كحزب متجنس هناك مجموعة قريبة من النهضة أثبت الخليفي وطوبال أنهما يتزعمانها وهناك مجموعة بدأت الآن تتجر من هذا الموضوع وتحاول أن تجد لنفسها قنوات اتصال أخرى قناعة منها كما عديد القوى سياسية في تونس بأن حركة النهضة لم تعد ذلك الحزب القادر على إمساك البلاد ولم تعد ذلك الحزب القادر على تنفيذ وعوده القضائية ولم تعد أيضا حزبا يشار له كما كان في السابق يعني هو حزب الآن تقريبا مسيج بخلافا عميق مع رئاسة الجمهورية أدى إلى عزلي جماهيريا وبمنافسة شديدة من الحزب الدستوري الحر الذي أصبح الآن يتصدر المعارضة ويحالي استقطاب قواء جديدة ضد مسار الأخوة المسلمين إذن هناك خلافة داخل قلب تونس حول التحالف مع النهضة وتساؤلات مثل ما ذكرت حول مصير عيض اللومي استقال لم يستقل هل تعتقد أن تتبع استقالة عياض اللومي باستقالات أخرى خاصة مع بقاء القروي في السجن وحالة التململ داخل الحزب واضح إذا ما قررنا ذلك بتصريحات الشيراز فنقول أن عددا كبيرا يتأهب الآن لمغادرة قلب تونس وهذا لا يعني نهاية قلب تونس في حد ذاته هذا يعني تكسير التحالف البرلماني الحالي الذي يمسك بالسلطة من خلال عدد من النواب محدود بمعنى المسألة تعود إلى حركة النهضة أساساً أي شرخ يتم في قلب تونس فأن حركة النهضة ستفقد مقود التحالفات البرلمانية وإن فقدته فستتوه لأنها سبق وأن قامت بسلوك عدائي تجاه التهير الديمقراطي وحركة الشعب ولم تعد ذات أرضية تحالفية يعني صلبة اليوم ما يحدث في قلب تونس يؤشر لانفراط عقد الاعتلاف الحاكم وهذا مهم جداً لماذا؟ مهم جداً في قراءتنا للصراع السياسي الحالي الذي قلنا فيه أن المجال ذاق على النهضة وعلى حكومة المشيشي لصالح مبادرات قيس سعيد خاصة بعد زيارة الناجحة الأخيرة لمصر نعم رقم ثمانية هل هو مهم في إسقاط أو في بسع إسقاط الغنوش ثمانية هم عدد الأعضاء في قلب تونس الذين يعيون التوقيع على لائحة سحبة ثقة عن الغنوش في الحقيقة هذه أختي مسألة أخرى الرقم قد يكفي العدد قد يكون كافياً عند الانطلاق ولكن تعودنا من الغنوش المناورات للحظات الأخيرة ومساومة الكتل الصغرى يبدو أنه لا مناصة من تجاوز عدد 109 حتى يقع الإطمئنال على الأقل لمرور هذه اللائحة لأن عدم نجاحها يعني أن الغنوش امتلك أوراق جديدة نعم من العاصمة تونسية كنت معنا خليل القيق الإعلامي والبحث السياسي شكراً جزيلاً لك وحدث اليوم الصمر وفي أيضاً ففي الصخر تفجأ خلافات مذهبية داخل بولمان وصابع الاتهام وجهة لميليشيات إيران لحظات تحدث الفارق في حياة الملايين بين الإخفاقات والنجاحات تقدمات مستمرة ننتقل الآن لمتابعة هذه الصور الأولى الانتصارات والخسائر وردنا الآن هذا الخبر العاجل سرعة الرصد دائماً ما تحدث كل الفارق كل هذا يسلك في لحظة ننتقل إلى الخبر العاجل على شاشة الحدث سنوات من العمل الإخباري في ساحة المعارك والأحداث ورحلات الهروب والخوف مشاهد أكبر من القدرة على التعبير صور لا تفارق الذاكرة ستطوى كعادتها جميع الصفحات لا يبقى إلا الإنسان أهلاً بكم من جديد أثارت تصريحات النائب ظافر العاني في إحدى جلسات البرلمان العربي وحديث عن المغيبين من المكون السني وتهجير السنة من منطقة جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل أثارت ردود فعل شيعية غاضبة لايب ورئيس مجلس النواب حسن الكعبي طالب أضاء مجلس النواب بالتصويت على إقالة النائب ظافر العاني فيما وصف النائب رعد الدهلكي في وقت سابق جرف الصخر بأنها كالمنطقة الخضراء في الدولة العميقة التي لا يستطيع أحد الدخول إليها وكذاً أن الجرف الصخر تعرضت إلى تغيير ديمغرافي ورفض الدهلكي ما سمه أسلوب الاتهامات والتعميم الموجه إلى أهالي منطقة جرف الصخر ووصفهم بالإرهابيين على خلفية بيانات صدرت من قيادات برلمانية وسياسية مشدداً على أن جرف الصخر وأهلها كانوا ضحية لمخطط خبيث للتغيير الديمغرافي بشكل ممنهجة إذ تتعرض حقوق الإنسان في العراق إلى انتهاكات خطيرة من قبل الميليشيات التي تركب على ظهر الدولة العراقية التصريحات هذه فجرت أزمة سياسية جديدة في العراق فالكلمة التي ألقاها نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقية النائب ظافر العاني تحت قبة اجتماع البرلمان العربي قبل أيام في القاهرة تطرق فيها بداية لانتهاكات حقوق الإنسان واختتمها بمطالبة البرلمان العربي بوضع هذه الميليشيات على لائحة الإرهاب وهنا أطالب أخواني في البرلمان العربي بالتوصية بدراسة وضع هذه الميليشيات الإجرامية على لائحة الإرهاب كلمة العاني أشعلت فتيل بعض الأحزاب والقوى السياسية الحليفة لطهران في بغداد والتي من خلال منصات عدة أطلقت مطالبات بمحاسبة النائب ظافر العاني وإقالته من البرلمان وأخرى هاجمت تصريحات العاني واعتبرتها صوتا لحزب البعث فيما طالب آخرون بسحب الثقة منه وابل الانتقادات والهجوم على النائب العراقي تبعه بيان أصدره تحالف القوى العراقية الذي ينتمي إليه النائب ظافر العاني أكد فيه صحة التصريحات واستنكر الهجمة التي وصفها بالشريسة التي تعرض لها العاني ووصل صدى أزمة كلمة العاني إلى مواقع التواصل التي تفاعل مغردوها مع الأزمة فمنهم من ثمن كلمة النائب ظافر العاني ومنهم من انتقد هجوم القوى السياسية الحليفة لطهران على تكذيبها لحقائق مثبتة عن المغيبين في العراق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لمناقشة هذه التطورات العراقية انضم إلينا من بغداد الباحث في الشاهنة السياسية والأمنية العراقية فاضل أبو رغيف السيد فاضل أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا على برنامج حدث اليوم السيد فاضل أهلا وسهلا سيدة سارة أهلا بك أهلا سيدة سارة أسمعك أهلا بك لنذكر قليلا بمنطقة جرف الصخر هذه المنطقة 60 كم جنوب بغداد أخرج سكانها منها في 2014 دخلت بعض القوة الأمنية أغلبها تابع لميليشيات الحجد الشعبي ومن ذلك التاريخ في 2014 ترفض هذه القوات الأمنية والحجد الشعبي إدخال الأهالي مرة أخرى إلى هذه المدينة هل الحكومة العراقية الآن قادرة أو ترغب في حل أزمة أهالي جوف الصخر؟ نعم سيدة سارة تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريمة ورمضان كريم ورمضان كريم وعلى الأمة العربية والإسلامية يعني أولا جرف الصخر علينا أن نعي ونفكك جرف الصخر موقعها الجغرافي وموقعها الطبغرافي والمكون داخل جرف الصخر طبعا جرف الصخر كما أسلفت مدينة تتبع إلى محافظة بابل أقل من 55 كيلومتر وهي ليست بالتمام الكمال كما وصف على أنها لا يمكن لأهلها العودة بالعكس هناك قوات في منطقة الحامية في أطراف محيط منطقة جرف الصخر وهذه المنطقة التي طالما ذاق أهلها الأمرين نتيجة تواجد داعش باعتبار أن دولة التمكين الداعشية كانت في محافظة الأنبار والقريبة من قضاء الفلوجة لذلك رزحت هذه المنطقة تحت نير التفجير والتفخيخ والانتحار والقتل وعصابات الموت لذلك عودت أهالي مدينة جرف الصخر فيها عدة أسباب فيها عدة معطيات من بينها القرار السياسي من بينها التشيك الأمني من بينها قاعدة البيانات والمعلومات على كل متحرك وعلى كل ساكن سابق من بينها قدرة المحاور السني لاستجلاب واشترار المنافع لذلك كلما اقتربنا من موعد الانتخابات وقرار الحشد هناك حقنا طائفيا سيد فاضل أبو رغيف وقرار الحشد هل الحشد يرغب وهو قادر على الموافقة على عودة هؤلاء لا قرار إلى الحشد بهذا الخصوص الحشد هو جزء من منظومة الأمن الوطني وهو يتبع إلى القائد العام لقوات المسلحة وهو مأمور تحت أمرة القائد العام لقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة بمعنى أن أي قطعة من الحشد لا يمكن وغير مأذونة بالتحرك ما لم تكن هناك أوامر مسبقة وإذونات مسبقة من قبل قائد العاملات المشتركة التي يشرف عليها القائد العام لقوات المسلحة وبالتالي قضية الحشد هي مرهونة أوامريا وعسكريا ومتابعيا وإداريا مأمورة بقائد العاملات المشتركة هذا إذا علمنا أن محيط منطقة جرف الصخر المسمات بمنطقة الحامية فيها استخبارات عسكرية أو فيها قوات تابعة إلى كالتالعاملات المشتركة لذلك اختيار هذا الظرف وهذا الوقت بالتزامن مع قرب الانتخابات إنما يمثل حقنا طائفيا ويمثل إدامة زخم فيما يتعلق لكانتون الانتخابات لذلك البيت العراقي يستحق أن يناقش بصورة هادئة وطيبة داخل قبة البرلمان هناك اتحاد القوة اتحاد القوة خير من يطالب بالحقوق وكذلك القوة السياسية الأخرى لذلك لدينا بيت وهو بيت البرلمان وهو أعلى سدة تشريعية تشرع وتقترب النائب ظافر العاني طالب بهذا الأمر النائب ظافر العاني في ملتقى في قاهرة للبرلمان العربي قال أو تحدث عن تهجير الأهالي في جرف الصخر وعن رفض الميليشيات إدخال الأهالي مرة أخرى في مسعى وصفه باللئيم للتغيير الديمغرافي هذه التصريحات هل هي مبررة هل هناك مسعى بالفعل لتغيير الديمغرافي وتهجير الأهالي السنة من المنطقة؟ سيدة سارة فقط للإيضاح هناك أولاً الجانب الأكبر الذي تضرر من داعش هو المكون السني المكون السني حرقت ديارة وحرقت مزارعة وشرد أهله وشرد أطفاله وصدرت مواشيه من قبل التنظيم لذلك الذين هجروا أو هاجروا عادوا تارة أخرى خذي مثلاً مدينة الفلوجة الفلوجة كانت العاصمة العسكرية للتنظيم حينما خرج أهلها هل جاء الشيعة أو الكورد أو المكونات الأخرى وحلوا في مدينة الفلوجة عوض المكون السني قطعاً هذه ممتنعة لا يمكن لأي منطقة سنية أو العكس صحيح لأي منطقة شيعية يكون فيها الشيعة ويأتي السنة محلها ولا يمكن لمنطقة سنية يرحل أهلها ويعودوا بعد استثباب الأمن أن يحل الشيعة محلها لأن هذا التغيير أولاً سيعترض عليه المكون السني ثانياً لأهالي تلك المناطق أين سيذهبون إذا ما هجروا وأسكنوا غيرهم قسراً لم يحدث إذا نأي تغيير لذلك اليوم العراق نعم إن كانت العراق أو إن كان العراق غير مرحب وغير بيئة غير ممكن أن يكون فيها هذا التغيير الديمغرافي ولكن على الأقل الردود التي جاءت بعد كلمة ضافة العاني كانت تحدى جداً ضد جرفة الصخر حينما تتحدث بعض القيادات السياسية ونواب البرلمانيين يتحدثون عن أن جرفة الصخر كانت حاضنة للإرهاب وهذا مبرر لعدم إعادة الأهالي أليس تصعيداً طائفياً؟ يعني أولاً شوفي سيدة سارة أكثر من مليون من أهالي محافظة نينوى ثاني أكبر محافظة جغرافياً وسكانياً أببان 2014 وما تلاها رحلوا أو هاجروا أو تهجروا نتيجة وجود داعش ونتيجة وجود أرض التمكين وبعد انجلاء الغمامة داعش وانكسار شوكته في نينوى عاد جميع أهالي نينوى ولم يتم أي توطين لأي مكون آخر عدى المكون الأصيل وهو المكون السني لمحافظة نينوى كذلك الوضع في جرف الصخر جرف الصخر يعني أين المكون السني كان خلال الفترة المنقضية؟ لماذا الآن؟ جرف الصخر يراد له جلسات وجلسات يراد له تُعقد جلسة برلمانية وجلسة لمجلس الوزراء في جرف الصخر لمناقشة احتياجات أهالي جرف الصخر لمناقشة لماذا هذه الإجراءات الملام يعني فقط العتب الوحيد على السيد النائب ظافر العاني أنه صدر مشكلة كان المفروض أن هذه المشكلة تناقش داخل قبة البرلمان تناقش داخل كتلة اتحاد القوة اتحاد القوة فيها قيادات محترمون وفيها قيادات تستطيع أن تنشئ قرار وهذا القرار من شأن أن يولد حالة من التوطين تارة أخرى من المكون السني لأن الآن السنة يتصدرون وزارات الآن يتولون عرافة مجلس الوحاب الآن لديه قدرة القرار والإنشاء أحاول أن أفهم ما تقول سيد فاضل في هذه النقطة الملام الآن من حاول إطارة هذه المسألة أم الملامون من ردوا باتهامات لجرف الصخر فإنها حاضنة للإرهاب أحاول فقط أن أفهم وجهة نظرك يعني أولا أنا في اعتقادي أن جرف الصخر ليست حاضنة للإرهاب باعتبار أن الأرهاب انكسر وانطفأت جذوته في جرف الصخر الآن آن الأوان لعادتهم لكن إعادة قانونية رسمية يشرف عليها ممثلون من الجانب السني وممثلون من الجانب الشيع وممثلون من الحكومة لا يعني سياسة فلسفة ذكر المكونات قد تشي بحالة من النرفزة أو قد تشي بحالة من إعادة العراق إلى سالف أهده بان مرحلة 2006 و2008 وما تلاها لذلك العراق الآن تجاوز مرحلة الكانتونات والإثنية إلى مرحلة جبل طائفية في بودقة الوطن الآن الجميع انصهروا في هذه البودقة وأعتقد أن جرف الصخر تحتاج إلى معالجة سياسية جذرها لقيادات سياسية نافذة وليس إلى مهاترات وإلى شعارات ينبغي عدم المتاجرة بجرف الصخر وأهالي جرف الصخر بطريقة إعلامية ينبغي التفاعل بطريقة واقعية لملامس الشغاف الاحتياج الحقيقي لأهل جرف الصخر بما يضمن وعودتهم بطريقة تضمن كرامتهم وتضمن إعادة حقوقهم التي سبق أن استلبها داعش أو غيره في هذه النقطة تحديدان يرد سيد ضافر العاني الوقت متاح لها بالتأكيد حق الرد مكفول إن كان لدينا وقت لا أعلم لدينا وقت لسؤال أخير في سؤال أخير ضافر العاني كذلك طالب بوضع الميليشيات على لائحة الإرهاب كداعش وهذا بالتأكيد أثار حفيظة الميليشيات وردود فعل مستنكرة هكذا خطاب ممكن في البيئة العراقية في الدولة العراقية أولا سيدة سارة أي تصريح ناري ممكن أن يؤزم الوضع العراق الآن فيه العراق يعني اعتمد على مبدأ المناكفة على مبدأ المساجلة على مبدأ المخاطرة لم يعتمد على مبدأ روح المودة والتحاور إلا بالتراتبية لذلك أعتقد نحن بحاجة إلى حوار واقعي بحاجة إلى كتل واقعية بحاجة إلى كتل تتخطى عتبة الطائفية والكانتونية أعتقد الآن المكونات السنية والشيعية في أبهى صورها من التماهي والتفاعل والانسجام بدليل أن جميع الوزارات يعني وزارة واحدة تجدين السني والشيعي والكردي والأزيدي أعتقد أن العراق فيه مصائب وحدة من المصائب هذا التنوع الطائفي وبنفس الوقت هذا يحمل كأنما هو بستان فسي فسائي يشتزئ هذا الموزايك فيما بينه لذلك أعتقد أن نحتاج إلى قيادات واعية تجب ما لديها من خلافات وتصهرها كلها في بودقة قالب الوطن للحقول دون مزيد من التأزم ودون مزيد من الاحتقام شكرا جزيلا لك ورمضان كريم كنت معنا من بغداد الباحث في الشان السياسي والأمنية العراقي فاضل أبو رغيف شكرا جزيلا لك وحدث اليوم مستمر وفيه أيضا العراقيون يستقبلون رمضان بجيوب فارغة ومصر دون موائد إفطار جماعية ولبنان يفتقر للسلع الأساسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم الجديد بين البطالة وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار يستقبلون نحو 40 مليون عراقي الشهر رمضان بقلق فيما جيوبهم فارغة وظروفهم معيشية صعبة جدا بعد تراجع قدرتهم على شراء حاجاتهم الأساسية واستمرار تفشي فيروس كورونا وتدعية الاقتصادية والصحية وفي القدس تزينت الشوارع بالفوانيس الملونة والزينات المزخرة فمع السعداد الفلسطينيين لشهر صوم أكثر تحرر من القيود التي كانت مفروضة بسبب الجائحة وفي مصر اختفت الموائد الرمضانية ويحفلت افطار جماعية مجانية يفطر فيها الصائمون على موائد طويلة في الشارع بسبب الإجراءات الصحية أما أسواق طرابوس القديمة في لبنان فحافظت على زينة استقبار شهر رمضان لكن المتسوقين افطروا إلى الاستغناء عن عدد كبير من وجبات الإفطار رغم أزماتها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية إلا أن أسواق طرابوس شمال لبنان أبت إلا أن تتزين لاستقبال الشهر الفضيل سوق القمح يعج بالمتسوقين لكن سوء الأحوال الاقتصادية فرض أنماطا جديدة من التبضع أبو محمد يتفادى شراء اللحوم والدجاج بعد أن اعتادت عائلته على تموين الغذاء وأمام بسطة الخضار يقف لأختار الضرورية فقط مع ارتفاع الأسعار وتراجع ما كان يجنيه من بيع الأحذية المستعملة في كتير ناس ما هلأ برمضان صر زمان ما عم تكل لحمة هلأ الجاج على الطريق غلأ فيه فوق الطبيعي بالنسبة لرمضان أنا بحكي عن حولي في كتير ناس مثل حكيتي بدون يكلوا يومي بكيت التوم حقها 6000 بقلبها 6 رواس توم عم يفتحوها عم يبيعوا مننا راسان توم في ناس أنا وحد الناس بشتري بالراس التوم الأزمة الاقتصادية لم ترحم أيضا تجار المدينة أبو سعد الذي أمض حياته داخل هذه الأسواق اشتهر بعربة كانت تعج بملذة وطاب من الألبان والأجبان لكنه اليوم يجلس خلف طاولة صغيرة لبيع الشانكليش أسوأ رمضان بيمر علينا هالسنة هايدي أنا كنت معايش بالبسطة 24 نفس هلا ما فينا معايش حولي كنت بيع لبنة وجبنة وزيتون ومكدوس ولبنة من كل الأنواع كان جيب بمليون اشتغل فيه نجمعها هلا بدي عشرين ثلاثين مليون وما بيش عغلوني نسب كبير من سكان طرابلس الذين اتصلوا أعدادهم إلى خمسمائة ألف نسمة لا يتجاوزوا دخل الفرد اليومي الدولارين فقط ومع جائحة كورونا أغلقت ستون بالمئة من المؤسسات أبوابها في وحدة من أفقر مدن البحر المتوسط غنوي يتيم الحدث بيروت هذا وستطلعت الحدث أرعى المواطنيين في كل من مصر والسودان ولبنان حول مدى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق مع حلول شهر رمضان الحمد لله الأسعار على ما يرام الحمد لله في زيادة زيادة بسيطة لا كثيرة لكن دوما الإنسان هو هلوع بوجود الأشياء عندما تصيب الهلع يرى أي حيزة زايدة هناك إشكالية طبعا زيادة السلع في الأسعار لكن ترجع للقيمة الدولار الآن الدولار قيمته تفعي في السوق وتضريع لحتى تصادر الوارد وتقريبا حكومة الانتغالية ما قدرت تعمل كنترول على الوارد في السودان والله الأسعار الغذائية السنة يعني أسعارها يعني زي ما بيقول لك كده محدود الداخل وكويسة ونظيفة عن السنة العادة بكتير يعني السنة حلوة وبكاترة في السوق مفيش حتى معادي أسعار والحاد لا أسعار التوميازة ما هي أما الحاجات في السوق وما فيش زيادة في الرواتب وما فيش أي حاجة غالية طبعا يعني محدش عالي في عيش كل بيومش يتكلم نفسه طبعا الحاجات زادت يعني المفروض في رمضان الحاجة يعني الحاجة دي المفروض يبقى تقديرا للبلد والفئات اللي فيها المفروض الحاجة دي بطبع السعراب يبقى ألايا لكن جاب العكس في رمضان ما تغير أنه مثلا أقل شي الخضرة البقدونيس الخاس أنه هذه مضطرة أنا أجيبها كثير غالي كثير مش شوي يعني سبحان الله مبارع صاحبي أخذ قلن زيت ست رتر سبع رتر تعريبا مئة وخمشتين روحت أنا أجيبه اليوم مئة واربعين الأسعار نار 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 كثير يعني لدرجة أنه نحن عايز بدل الكيلو سنجيب نص كيلو يعني ما معرف الواحد شي بدك تطعم الولاد يعني المفروض هؤلاء المسائل اللي هن قاعدين مفروض هن يتحركوا يأمنوا العالم يأمنوا الشاب أي أساس بقولون في كورونا قاعدوا بيوتكم طب يعطون شي لا يقاعدوا العالم لا بتنزل بتتحرك لا بتنزل بتتروح تجيب ما بتتطعم ولادة ما بيصير هاك ولمتابعة هذا الوضع أو الأوضع الاقتصادية والمعيشية في العواصم العربية مع بداية شهر رمضان الكريم نضم إلينا من القاهرة مراسل الحدث أحمد باقاتو من بيروت نضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف وأمين بغداد منتظر رشيد مراسل الحدث أهلا بكم جميعا رمضان كريم وصحى رمضانكم ناهد وأحمد ومنتظر البداية من لبنان وناهد قبل رمضان كان الوضع المعيشي والاقتصادي متردم في لبنان وفي بيروت مع غلاء الأسعار وحتى مع انخفاض سعر الليرة اللبنانية اليوم كيف استعد اللبنانيون لشهر الكريم نعم سارة بداية طبعا رمضان مبارك عليك وعلى الزملاء وعلى جميع المشاهدين بالنسبة للأوضاع الاقتصادية هي لتزال في ترد أكثر وأكثر اليوم هو أول يوم رمضان المبارك ولكن ليس هناك ما يدل على ذلك في لبنان إن كان بسبب الأوضاع الصحية ومنع التجول الذي فرضته دولة لبنانية عند الساعة التاسعة ونصف مساء ما يمنع المطاعم من الاستفادة ربما من وجبة السحور مثلا والتي كانت تنتظر شهر رمضان لتسترزق أكثر من الأيام العادية أو إن كان بسبب الأوضاع الاقتصادية حيث لا تزال في ترد أكثر هناك الأسعار أو السلع الغذائية أسعارها بدأت تضاعف يوميا يعني كل يوم يكون أسعر المواد الغذائية أكثر أو أعلى من السعر في اليوم السابق والدولة اللبنانية أو وزارة الاقتصاد لا تقوم بأي شيء من أجل ضبط الأسعار بالإضافة إلى أن هناك سلع غذائية أخرى مفقودة من السوق موائد الإفطار مائدة الإفطار سارة باتت تكلف في لبنان ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور وهو ما يفقد سلع أساسية من على موائد الإفطار لمعظم اللبنانيين إضافة على ذلك اللبنانيون يمضون رمضان بالظلام الكامل كما يمكن أن نرى هنا حيث لا تزال الكهرباء أو التيار الكهربائي ينقطع في عدد كبير أو في كل المناطق اللبنانية هناك شوارع مضاءة وشوارع أخرى تعيش ظلاماً وعلى الشموع في منازلها في رمضان المبارك يعني إن كان على ساعات ساعة الإفطار أو في ساعات الليل يعني لا شيء هنا يدل على أننا في شهر رمضان ربما باستثناء صوات المساجد حيث تقام صلاة الترويح حتى الزينة الرمضانية فقدت في عدد كبير من العاصمة بيروت التي كانت تملأها في السنوات الماضية أيضاً يعني هذه المنطقة منطقة الطريق الجديدة حيث نقف منها نحن اليوم سارة هذه المنطقة تشتهر في رمضان بأنها تعج بالحركة هناك تقام عادة مسيرات رمضانية أو غابت على ما يبدو ولكن نعم كل هذه المظاهر أو التقاليد الفلكلورية الرمضانية غابت عن هذه المنطقة كما غابت الحركة في الشوارع هذا في مدينة طرابلس اللبنانية في القاهرة أحمد ما غاب عن الشوارع المصرية موعد الرحمن أو موعد الإفطار المجانية ماذا عن الوضع الاقتصادي ماذا عن الأسعار وقدرة المواطن المصري على شراء السلع في هذا الشهر الكريم في أول يوم له نعم صار رمضان كريم على الجميع يعني رمضان هذا العام يمكن قول أنه أفضل من رمضان السابق عمد الله سمح للمواطنين رغم جائحة كورونا بالعديد من الأمور منها صلاة الترويح التي أسعدت أو أدخلت السرعة كثير من المواطنين مدة نصف ساعة سمحت بها وزاعة الأوقاف في المساجد صلاة الترويح هذا شيء هام كان يفتقده المصريون في العام الماضي بالطبع ما أخذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي بمناسبة أو على ذكر موائد الرحمن إذا انقطعت أو أوقفت موائد الرحمن لكن لم يقف الخير هنا في مصر وفي الشوارع المصرية يتم أو أصحاب الخير يقومون بتوزيع الوجبات الإفطار هي أوقفت بسبب فيروس كورونا صحيح أحمد؟ نعم نعم يعني أقرت الدولة منع هذه المواد الرحمن لأنها تجعل هناك سبيل للتجمع لذلك أصحاب الخير قرروا الاستعادة عن ذلك بالذهاب إلى المحتاجين أنفسهم في البيوت وتقديم الوجبات لأيهم في بيوتهم لذلك لم ينقطع الخير في مصر بالطبع هناك تأثير تأثير جائحة كورونا على الأوضاع في مصر زيادة الأسعار موجودة بالطبع لكن ليس كما هو الحال ربما في لبنان وبعض بودان الأخرى لكن الأهم هو وجود بعض المظاهر التي اعتادها المصريون في كثير من المناطق وفي المحافظات المختلفة خاصة في المناطق الشعبية مثلا الخشاف أحمد مثلا الخشاف وهذا يعني عصيرة وطبق معروف لدى المصريين هل تغيرت العادات الغذائية مثلا بارتفع الأسعار هل فقد من الموائد المصرية الرمضانية يعني بالطبع قمر الدين والمشروبات المعروفة لدى المصريين هي موجودة بالطبع ربما زيادة أسعار بعض الشعي المكسرات وغيرها ربما أثرت على شراء المصريين لها لكن المصريون يستعدون عن ذلك بأمور أخرى ليكفي أنهم يقولون أنه سيحاولون أنهم يعني يتواجدون ويلتقون أسرهم ويلتقون الأقارب والإصدقاء مع مراعاة هذا التباعد الاجتماعي هذا هو العائق الأكبر التباعد الاجتماعي في المعتاد عندما تأتينا إلى مصر تجدين الجميع يجلسون على مائد يتشاركون الأفكار والنكات وغيرها لكن هناك ربما بعد بعض الشيء أو قلة بعض الشيء في هذا الأمر يحاول المصريون التغلب على ذلك بالتواجد لكن مع مراعاة نعم أحمد دعني أنتقل سريعا إلى نهد لأن هذا بلا منتظر دعني أنتقل سريعا إلى نهد من الأطباق الرمضانية الفاتوش هل غاب عن المائدة اللبنانية خاصة مع حديث سابق كان يقول أن هذا الطباق كذلك أصبح أغلى خمس مرات من ما قبل صحيح سارة فكل المواد التي تستعمل في صحن الفاتوش باتت أضعاف أسعارها خمسة أو ستة أضعاف لذلك هناك عائلات بدت تكتفي بخضار بوضع الصحون للخضار من أجل الإفطار بدل صحن الفاتوش الذي أيضا هذا الطبق الرمضاني لم يعد بمتناول جميع العائلات إلى هذا الحد وصل وصلت الأوضاع المعيشية باللبنانيين نعم منتظرت ثاني سنة في أجواء فيروس كورونا كيف تبدو الأجواء في بغداد نعم الإفطار بدأ تقريبا قبل ثلاث ساعات ونصف من الآن الساعة الثامنة بعد ساعتين من موعد الإفطار يعني دخل حيز التنفيذ حظر التجول الشامل هنا في بغداد وهذا الأمر سيستمر على الأقل إلى أكثر من ثلاثة أسابيع من هذا الشهر من شهر رمضان نحن أمام مشكلة كبيرة طبعا يواجهها العراقيون قبل بدء هذا الشهر تمثلت بارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى الضعف كل محاولات طبعا وزارة الداخلية الجهات المعنية هنا بكبه جماح ارتفاع أسعار بكبه جماح ارتفاع الأسعار لكنها فشلت إلى الآن في إيقاف ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية وبقية السلاعة هنا مع رفع سعر صرف الدولار الصلوات طبعا في المساجد تفتقدها مساجد العاصمة بغداد وبقية المدن الأخرى التجمعات بعد موعد الإفطار أيضا اختفت شوارع بغداد خالية وحزينة وتفتقد إلى مرتديها كما اعتاد الناس في كل شهر رمضان هذه هي باختصار طبعا مجمل الأجواء مع كورونا طبعا التي زادت الطين بل هناك ارتفاع أيضا في معدلات الإصابة وهذا ما حدى بالسلطات إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات إجراءات الإغلاق وأيضا نتمنى لكم السلامة جميعا منتظر نتمنى السلامة للجميع منتظر كنت معنا من بغداد مرسل حدث منتظر رشيد وكانت معنا من بيروت مرسلة الحدث ناهد يوسف ومن القاهرة أحمد بقاتو شكرا جزيلا لكم جميعا دخل ضعيف جدا كما يقولون القليل يخلص قليل على بالي ولي يخلص بالزاف بالك ما يحسلهاش بسحل يخلص قليل كما أنه يخلص جملا يلمت كفينيش لا صار ما تبدلوش وما هم أخوين ما تبدلوالو كي رمضان كي الفطار كلس قال كيف كيف مش إحسننا في الأسار سحب الجمناة هم أليا في الأسار سحب دي طي ماذا به بي أرخيص باش الشعب يأكل هذا وش كان سحب الجمناة هم أليا مشكل فيها هم أخوين قدرة شرائية الموطن قاعدتها هي هي ما كاش زيادة في الأجور ما كاش بصح الأسعار الأسعار في الخضر والفواكه وخاصة اللحوم الحمرة والبيضة راي غيد زدوا وتغلوا كان هناك ارتفاع كبير في السلع الغذائية مع حلول شهر رمضان هو قبلها ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع الدولار طبعا اختلفت يعني المواد هستصارت بضعف إضافة أنه يعني مو بس الخضروات يعني الدولة هم صعد يعني يعني تأثيرها سرع المواطن يعني كل الشبير بصراحة وقاعد نتذى يعني الأسعار برمضان تعلق هي من قاحة هي الأسعار عالية بسبب الدولار وارتفاع الدولار لكن نحن اللي نستغرب إن الحكومة قالت إحنا مسيطرين على الأسعار وين السيطر على الأسعار؟ كل المواد كل المواد غالية كمواد يعني غذائية بالنسبة للخضار والفواكه طبعا صار فيها ارتفاع ملحوظ طبعا وصار في عليها اعتراض واضح يعني من قبل الشعب في مشاكل عند بعض الناس من بداية أزمة الكورونا هلأ بتعرف في رمضان بتزيد الضغوطات المالية على المواطنين بس يعني بشكل عام بتختلف من عيلة لعيلة ومن حسب كل واحد مصدر دخله من وين هذا شي طبيعي هذا وكأنه يعني قدر على الناس أنه في بداية كل شهر رمضان لازم الأسعار ترتفع علم أنه فيش فيه هناك أي مبرر حقيقي أو دافع أو حدث أو أي سبب لا ارتفاع الأسعار للأسف يعني وكذلك انضم إلينا من الخرطوم مرأس الحدث محمد عثمان من تونس مرأس الحدث وليد عبدالله من رامالله مرأس الحدث خير للقاسم أهلا بكم جميعا وصحى رمضانكم رمضان كريم البداية من تونس من وليد عبدالله وليد صلاة الترويح عادت للمساجد التونسي هذا العام ولكن مع شروط ثلاثين دقيقة مثلا أو أقل من ذلك للصلاة كيف تبدو الأجواء الرمضانية في تونس هذا العام مقارنة بالعام الماضي مساء الخير سارة رمضان كريم وصحى شريبتكم صحى بطورك خاصة وأنه تقريبا الآن ساعة بعد موعد الافطار في تونس رمضان هذه السنة وللعام الثاني على التوالي سارة يعني تخيم عليه أجواء كورونا الأجواء ليست كالعادة للعام الثاني على التوالي على الأقل شيئان يعكران أجواء التونسيين مع هذا الشهر الكريم الجانب الأول صحي متعلق بأزمة كورونا والجانب الثاني اقتصادي معيشي بالأساس يتعلق بارتفاع الأسعار كما سمعنا في جل الدول العربية وخاصة في تونس نظرا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة من بين الترتيب هو ما تحدث عنه الاقتصار إلى ثلاثين دقيقة فقط على صلاة الترويح نظرا لأزمة كورونا ونظرا أن تونس دخلت المرحلة أو الموجة الثالثة من اتشار هذا الفيروس وارتفاع عدد الإصابات وعدد الوفايات بهذا الفيروس وبعد تولي جدل ومباحثات أقرت السلطات التونسية أن تتم صلاة الترويح ولكن أن تقتصر على ثلاثين دقيقة فقط مع حظر تجوال ليلي في كامل ولايات الجمهورية كان منفروض أن يكون على الساعة السابعة بالتوقيت المحلي ولكن نظرا لإحتجاد أصحاب المقاهي والمهن والمطاعم فإنه تقرى رأة أخيره إلى الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي بتونس خوفا من أن تتسع رقعة انتشار المرض أكثر في أكثر في بلد سارة فيها عدد الوفايات بالعشرات يومين هذا فيما يتعلق بالجانب الصحي أجواء رمضان لاحظناها اليوم في تونس وفي باجا في الشمال الغربي تقريب نفس العادات ولكن وليس بنفس الطريقة ولا تفوح رائحة رمضان خاصة متعلق ببعض الأكلات التي تشتر ارتفاع الأسعار واضح في تونس نعم ارتفاع الأسعار أثر على قفة المواطن وعلى الشرائح وأيضا على أصحاب المهن خاصة تلك المهن الموسمية المرتبطة بشهر رمضان التي قلت وتيرتها وقلت إقبال عليها سارة نعم ماذا عن فلسطين رمضان أو الشهر الصيام أقل قيودا من العام الماضي كيف يبدو المشهد اليوم نعم سارة كل عام وأنت بخير وجميع الزملاء والمشاهدين بألف خير رمضان في الأراضي الفلسطينية يشبه حاله حال رمضان في كل الدول العربية وفي كل العالم بالنسبة إلى جائحة كورونا ولكن اللافت في الأراضي الفلسطينية بأنه حدثت منافسة شديدة خلال الأسبوع المنصرم على العروضات على المواد التموينية فتهافت الفلسطينيون يومين قبل شهر الفضيل على شراء المواد التموينية لرمضان ما خفف على كاهل الفلسطينيين عب مقتنيات شهر رمضان أجواء باردة جدا هذا المساء في الأراضي الفلسطينية ولكن كما تشاهدين في الصورة المحل التجارية تغلق فورا بعد الإفطار باستثناء المطاعم والمقاهي التي سمح لها بفتح أبوابها حتى العاشرة مساء صلاة التراويح ضمن بروتوكول معين وضمن وقت معين في المساجد كما منعت المأدوبات الجماعية أو العزايم في الأماكن العامة نعم محمد عثمان في الخرطوم من قطاعات الكهرباء كنا نتابعنا وتحدثنا عن هذه المسألة أمس بالإضافة إلى ما قيل أنه ارتفاع ملموس وملحوظ في الأسعار إلى أي حد نعم الخرطوم على عكس الأراضي الفلسطينية التي تشهد انخفاض في درجة الحرارة الخرطوم تشهد ارتفاع في درجة الحرارة وأيضا في الأسعار في الأسواق هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية لا سيما العنوان الأبرز في هذا الشهر الفضيل هو ربما انقطاع التيار الكهربائي الكل كان يركز على هذه الجزئية بشكل واضح كما تحدثنا بالأمس في مداخلة الأمس هناك تخوف كبير من استمرار قطوعات الكهرباء بحمد الله قبل أن نتحدث عن الكهرباء أعذني على المقاطعة قبل أن نتحدث عن الكهرباء فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الارتفاع ملاحظ مع دخول شهر رمضان الكريم أم سابق لهذا بفترة طويلة لأسباب اقتصادية داخلية معروفة نعم المشكلة الاقتصادي قديم واستمر في أيام الشهر الفضيل كانت هناك زيادات واضحة في أسعار السلع الضرورية نحن نتحدث عن أسعار الوقود كان هناك زيادات أخرى طرأت على أسعار الوقود قبل دخول أيام الشهر الفضيل وهناك أيضا أسعار السلع الضرورية نتحدث عن المرتكزات الأساسية في المطبخ السوداني هناك زيادة واضحة على الاعتبار أنك إذا أجريت أي زيادة في أسعار الوقود بالتالي كل السلع تتعرض لهذه الزيادات إذن المشكلة الاقتصادية القائمة في السودان وصلت أيضا إلى الزيادات الكبيرة في أيام الشهر الفضيل في أسعار السلع الضرورية وهذا الأمر شكرا بطبيعة الحال عانى منه السودانيون كثيرا سارة من الخرطوم كنت معنا مراسل الحدث محمد عثمان ومن تونس مراسل الحدث وليد عبدالله من رامالله كان معنا خالد قاسم مراسل الحدث شكرا جزيلا لكم جميعا اشتركوا في القناة تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها كما يمكنكم زيادة الموقع الإكتروني الحدث دوت ناتا هذه الحلقة من حدث اليوم انتهت السلام عليكم